اهلا وسهلا مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا بك انيس كيما كل جماعة في اغري ويكاند كيف كيف نرجو على بعض الارقامة والموضوع شنحكيو عليها اليوم تأثير الجفاف على الانتاج الفلاحي في تونس ما بعض شنحكيو على تصدير الغلالي لغاية خمستاش اوت الفين وثلاثة عشر كيف كيف نحكيو على رقم قياسي في مدخيل تصدير زيت الزيتوم وموضوعنا الاخر الميزان التجاري الغذائي للسبعة اشرة اللي فاتو حطكش شر جولي نصور هاك اه انيس باي باش خلين نبدو موضوعنا الاول تأثير الجفاف اليوم تأثير الجفاف في تونس في الموسم الحالي كبير نعرفوا احنا في السنة الرابعة جفاف ان شاء الله الاخرة ان شاء الله سبعة سنوات متالية جفاف وسبعة سنوات على ثمانية الاخرانين جفاف هذي بتحط الامور في طارها برشة تأثيرات تأثرت على الحبوب على العلاف على الخضر حتى على الغلة تنعتيوب بالارقام كيفاش أثرت أما هات في الوقت الحالي حتى سدود متاعنا عنها المخزون متاعها متواضعة فيها سبعة مية واثناشين مليون متر مقعب من المياه أمه أبي بنسبة ثلاثين فاصل سبعة في المياه عمناول في نفس التاريخ كان فيها ثمانية مية واربعين مليون متر مقعب اللي يزد السنة جافة اللي رادات للسدود تنسية لحد الآن معناها من أول موسم الزراعي واحد سبتمبر الفين واثنين وعشرين حتى للبارع اللي رادات ما تمثل كان ثمانية وثلاثين فاصل ثلاثة في المياه من المعادلات اللي رادات اللي دخلت معناها المال يحصل في الصدود تنسية هو ستة مية وثمانية وثمانين مليون متر مقعب وقت المعدل هو مليار وسبعمائة وسبعة وتسعين مليون متر مقعب معناها عنا نقص بمليار ومية وتسعة مليون متر مقعب دونك أرقام كبيرة كبيرة برشة نرقاه تراجع كبير في الانتاج متاع الحبوب نحكي لك على التأثير توا نرقاه للحبوب بسنة حسب أرقام مزارة فلاح الانتاج في حدود خمسة فاصل أربع مليون قنطار من الحبوب المساحات اللي وقع حصادها من الحبوب تمثل ثنينة وثلاثين فاصل خمسة في اللي بيئة من المساحات المزروعة وقع حصاد بتحديد حوالي سبعة مية حوالي عفوا ثلاثمية وثمانتاش نلف هكتار نرقاه بزيدها تنرجالك زيدها الحبوب برقام مخرى بالنسبة للزراعات العرفية من الفراش الخريفية في الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثم وعشرين الانتاج مقدر بلف مليار وسبعة مية وثلاثة وخمسين نحن تكبر ضبط واحد فاصل سبعة مية وثلاثة وخمسين مليون طن مقابل ثلاثة مليون طن في عام ولا في موسم الفين ووحدة وعشرين الفين واثنين وعشرين معناها فما تراجع بنسبة سنينة واربعين في المياه ذايا بالنسبة للعليف ذاك اللي باش نشوفه توه كنشوفه الأسعار ماناها فالآآ متاع القرد مثلاً القرد في الوقت الحالي قاعد يتباع البالة متاع القرد تتباع ما بين ثمانية وعشرين وثلاثين وثلاثين دينار ماناها رقم كبير برشة بالنسبة للتبن قاعد يتباع بعشرين دينار آآ دونك آآ أرقام كبيرة واحنا توه في آآ فترة الحليب في الماناها في السبع القادمة باش يونقص الآآ الانتاج رغم اللي عنها توه مخزون آآ حالي آآ مريح من هي اه يعتبر انه هو بثلاثين مليون لتر إن شاء الله خطر ديما نعرفو كل الفترة ما بين آآ آآ آخر سبتمبر اكتوبر ونوفمبر تكون صعبة شوية يونقص برشة لانتاج اللي نعرفو برشة آآ من القتيع بحكيوا رغم اللي ينفهماش إرقام دقيقة قولكم قص القطيع أما يجب نحضر رويحنا باش ندعموا القطيع منها نزيدوا نجيبوا يا ما نجيبوا أراخي من برا نعم برامج متى تربية الأراخينا في تونس هذي برامج الكل باش نرجع للإنتاج العادي للحليب ونعرفه خطر موسم سنوي الجفاف وسعيبة شي طبيعي بشي قل الإنتاجة من شاء الله يقع التدارك بعدة وسائل هنا بالنسبة للحبوب في مقطق الإنتاج هو خمسة فاصل أربعة مليون قنطار وقع تجميع كما قلنا في الأسبوع الفارد حتى يش نهارة تسعود نرقام لي عنه وقع تجميع 2.953 مليون قنطار هنا نرقاوه هذي اللي هو أضعف رقم في الخمسة الثانوية الأخيرة سنة محسوب 3 مليون قنطار تلموا عام ناول في 2022 7.5 مليون قنطار 8.1 مليون قنطار في 2021 7.1 مليون قنطار في 2020 12.9 مليون قنطار في 2019 10.1 مليون قنطار وقع تجميع سنة محسوب 3 مليون قنطار تجي ما بين عام 2002 وعام 2008 عام 2002 جمعنا 2.5 مليون قنطار وعام 2008 جمعنا 4.8 مليون قنطار هذو ما معنا من أسوأ السنوات اللي اللي جاونة هذي يعطيتك معنا بالنسبة للحبوب والعلاف كانت نعطيك فكرة زادة على الأشجار المثمرة بصفة عامة نرقاوه هنه بالنسبة للأشجار المثمرة خلنا نعطيك هون عندي الجداول القدامي بالنسبة للزيت الزيتون زيت الزيتون نرقاوه اللي اللي ننتاج في 2022-2023 كان بمية وثمانين الف طن الموسم اللي قبله 2021-2022 كان ميتين واربعين الف طن 2020-2021 كان مية واربعين الف طن نرقاوه إذا كان نشوفه نقارن الموسم الحالي نحن نقوله موسم الحالي في الفلاحة يوفى معناها آخر أوت آخر أوت بدأ في موسم الجيد الزيت وتمر نحسبوه المحساب باختة بعد نحن نذكره بهم بالنسبة للزيت الزيتون ماناك نقارنه موسم 2022-2023 بالموسم اللي قبله 2021-2022 نرقاوه عنا تراجع بالربع واضح 25% بالنسبة للتمور عنا الانتاج السنان كان بثلاثمية واربعين الف طن الموسم اللي قبله كان 368 ألف طن ماناك نعنا تراجع ب7.6% السنان ان شاء الله يحكيه على أرقام ماناك نصابة خير من سنة الفارتة في الكميات وفي الجودة ورب يوصل بالسالم بالنسبة للقوارس نرقاوه لي فيها تراجع ب16% الانتاج كان ميتين وتسعين ألف طن وقت اللي الموسم الفارت كان 345.3 ألف طن ماناك في 2021-2022 بالنسبة للجارة المثبرة ذات النواة من القلب نرقاوها ثم تراجع بحوالي 25% بتحديد تراجع ب24.3% الانتاج في الموسم 2021-2022 كان 294.5 ألف طن وفي الموسم هذا كان 223 ألف طن هذا بصفة عامة خلنا أعطيك فكرة على تصدير الغلال حد خمستاش نقوته أخذينا وسط الشهر أعطينا منصحة للمجمع المهني ومشترك للغلال ماناديما حين وفي الأرقام هنا الأرقاو اللي منوحة الجانفي حتيش لنهار خمستاش أوت 2023 تونس صدرت 23925 طن من الغلال محسوبة 24000 طن هذا ما غير ما نحسبه الطمور والقوارس والقيمة متاعهم كانت 92.1 مليون دينار مقابل 4138 طن و 105.6 مليون دينار كمدخيل بالنسبة لنفس الفترة من 2022 معناها عنا تراجع في الكميات المصدرة بـ 41.8% وتراجع في العايدات بـ 12.8% هذا بالنسبة للغلال كنشوفه أول غلة كما قلناها قبل قاعدة تتصدر هي الخوخ تمثل 32.2% من الغلال وقاعدة تصديرها حتيش الخمستاش أوت بتحديد 7704 طن والمدخيل والمدخيل متاعها هي الأولى أنا رقاهها 29.7 مليون دينار تمثل زادة 32.2% من المدخيل أول وجهة كالعادة محافظة على الصدارة هي ليبيا بـ 17.022 طن اللي جاء أخذيتهم من تونس يمثلوا 71.1% السوق الليبي ما أنا دخلت لنا 58.8 مليون دينار يمثلوا 64% من المدخيل خلنا أعطيك فكرة بالنسبة للتمور التمور بالنسبة الموسم متاعها كما أنا أحكيه ديما يبدأ من أول أكتوبر حتيش الأخر سبتمبر هنا في العشرة اللولانين من الموسم هنا من بداية أكتوبر 2022 حتيش الأخر جويلة 2023 صدرت بلادنا 114.8 ألف طن من التمور فيها تراجع بـ 3.7% كنقارن من نفس الفترة من 2021 إلى 2022 والقيمة متاعها كانت 685.5 مليون دينار تراجع صغير 1.2% يعني كنذكروا في الموسم 2021-2022 صدرت بلادنا يعني على موسم كامرة 12 شهر 129.4 ألف طن من التمور بقيمة 750.1 مليون دينار واضح باي باش هدو هوني نلقاو كميات مدخيل كيف كيف باش نحكيه على الرقم آخر نحكيه على الرقم قياسي ينيس في مدخيل تصدير زيت الزيتون زيت الزيتون عنديك صحة بالنسبة لزيت الزيتون الموسم متاعه يبدأ من أول نوفمبر حتى الزيت الزيتون أكتوبر هنا كنشوفه الكميات اللي وقعها تصديرها والمدخيل نلقاوه اللي عنا رقم قياسي في المدخيل خاطر الكميات رقم قياسي قبل خلطنا صدرنا ثلاثمائة ألف طن حتى أكثر هنا الكميات المدخيل اللي دا دخلت من نوفمبر ألفين الثين وعشرين حتى شتيخ رجويلة ألفين ثلاثة وعشرين هي آآ زوز مليارات آآ زوز مليار دينار وسبعة مية خبسة ستين فاصل يحد مليون دينار واضح واضح هنبسط وثنين فاصل سبعة مليار دينار مدخيل متع تصدير مية وواحدة وسبعين فاصل أربعة آآ الف طن من الزيت هناي نرقاوه اللي الكميات اللي قاع تصديرها تراجعت باثنين فاصل ستة في المية مهم ولكن فما آآ زيادة في القيمة متاع التصدير تسعة واربعين فاصل خمسة في المياه لكن قرنوها بنفس الفترة من الموسم تصدير سيت السيتون اللي قبله. هذا لي يفسر له عنه. هنا لي يفسر. هنا نرقا وقال لي عنا الرقم هنا معناه تسعة شهر كن نحسبه من جويليا تلاثة وعشرين من نوفمبر اثنين وعشرين حتى الاخر جويليا فين تلاثة وعشرين. تسعة شهر هذا هو معناه ما زالوا تلاثة شهر اخرين. هي الكميات معاش موجودة. نعرفه هنا خطر فهم طلب كبير في العالم عزيز خاصة بالشيح في اسبانيا. قاعدين يلوج وهذا كان يخلى التفاع كبير في السعر متاع الزيت حتى هنا كنشفنا في الأسبوع هذا فهم النايب رئيس الغرفة متاع أصحاب المعاصر الغرفة مانا في سفيقس هنا قال نادي نارخة خمسة شؤوت قال اللي هنا الزيت سنة يمكن مش يكون في حدود خمسة وعشرين دينار لتر رقم كبير برشا. ان شاء الله هنا وزارة الفلاحة وزير الفلاحة يدخلوا كي مقبل نعرفوا كل النقاط بايع من الونج المستهلك ويحطوا بأسعار معناها باهية معناها مش غالية باهية غالية ما أقل من الأرقام هذه. بالنسبة للمواطنين التونسين احنا تونس نعرفون الساق وخمسة وتثين اربعين الف طن النجم يخليهم ويفرضوا حتى على المصدرين ولا حتى بيستحباب أنا كيحكيوا معهم يخليوا للمواطن التونسي. السعار يعني محبولة. يستمتع بالزيت الزيتون والفوايد متاعو. هنا خلنا أعطيك خطر راح نقل نرى وفهم زيادة في التصدير في القيمة ما زيت بتسعة وربعين فاصل خمسة في المياه. خلنا أعطيك السعر متاع زيت خطر هو اللي يطلع برشا. المعدل الأسعار في التسعة شهر اللولة من الموسم بتاع تصدير زيت الزيتون زادت بالتلاثة وخمسين فاصل خمسة في المياه وكانت معدل ستاش فاصل تلاثة دينار للكيلو مقابل عشرة دينارات وثلاثمية سبعين مليم في نفس الفترة من الموسم. من قبل هذه الأرقام القل نعطيه فيها من الأرقام المرصد الوطني للفلاحة لونجري. أرقام كبيرة بالنسبة للزيت الزيتون الزيت شوفنا في السنوات الأخر قاعد تطلع الأسعار شوف الظروف المناخية أثر زيت فما طلب كبير في العالم. ثروة كبيرة احنا قاعدين هنا بها في تونس إن شاء الله نزيد وننتلو بها أكثر. هنا من بكري حكينا على الأعلاف وحكينا على البين فترة متاع الربط بالنسبة للبطاطة كيف كيف نعرف الفترة هذي سبتمبر وكتوبر تنقص لكن فما ستوك ريجولاتور معناها المخزون تعديلي عشين نلف طن تقوم موجود عاملوا المجمع المهني للخضر تسع آلاف طن وفما الخواز زاد حديش نلف طن وفما كمية أخر زاد عن الخواز. حاجة باية معناها اللي نقرأ وحسابنا على بكري وإن شاء الله بيحوليه. بالنسبة للبطاطة ما نتوقعوش معناها بش حتى كيف تنقص مش مش تأثر حاجة كبيرة. بالنسبة للبين نازم نقرأ وحسابنا على خاطر كيم وقدتك عدد ظروف الجفاف اللي خل القطيع يتراجع وإن شاء الله معنا نتعديوا الفترة هذي. كانت حابة نكملوا. نكملوا الميزان التجاري للغذائي. ميزان تجاري للغذائي وش نعطيه فلاش خطر عطينا برشة أرقام اليوم يقولي مكثر وشهر عبيت. نهار ثبت الميزان تجاري غذائي بالنسبة للسبعة شهر لولانين من الفين وثلاثة وعشرين. نرقاولي نسبة التغطية بالصدرات الغذائية هي تسعة وثمانين فاصل واحد في المياه مقابل ستة وثمانين فاصل ستة في المياه في جويلة الفين وثلاثة وعشرين. نرقاولي عنها عجز في النسبة للسبعة شهر لولانين عجز باربعة مية وستة وتسعين فاصل واحد مليون دينار. نرقاولي الصدرات الغذائية زادت بعشرة فاصل ثلاثة في المياه وبلغت بالتحديد أربعة مليارات وسبعة وتلاثين فاصل ستة مليون دينار. بالنسبة للوليدات الحجم متاحة كان أربعة مليارات وخمسمية وتلاثة وتلاثين فاصل سبعة مليون دينار. نرقاولي عنها كما قلتك عنا زيادة في الصدرات بعشرة فاصل ثلاثة في المياه وخطر في مزيادة كبيرة في الصدرات متاع زيت الزيتون. بالنسبة أربعة وربعين فاصل ثلاثين في المياه. ركما تقولوا شبيل أرقاوم مشيف كيف. هنا نحكيه على العام لني بيجيتين من العام. يبدأ من جانفي ونتبعه بالشهر بالشهر بالنسبة الميزان الغذائي. بالنسبة للتصدير الأخر نحكيه عليهم كل موسم الموسم بتاعه. تمور زيد كما قلنا. نرقاولي عنها بكوية إنما يختلف، هنا يختلف على المواسم الأخرى. هنا أرقاولي، قلتك أنا الصديرات زدت بعشرة في الوصف، في المقابل الوريد بالثلاثة فاصل ثمثة في المياه فما التراجعة في الوريداتمة الحبوب بالثلاثة فاصل ثمثة في المياه ولموقعه الذي زده تراجع في التوريد زيت الزيت نابتية بنسبة واحدة وعشنين فاصل خمسة في المياه، هذا يعني التراجعات كل مننا جاية في المقابل فما ارتفاع في الكميات الموردة بالسكر بنسبة 139.4% وهنا ديما في المرة نقولوها نقطة استفهام خاطر رأو في الارتفاع الكبير في التوريد متاع السكر ولكن في المقابل نرقاوها ناقص في الأسواق رغم لي أصحاب الحلويات ومصانع الحلويات وغيرها موجودين وقاعدين يواسطوا ينشو برشا مويد تقول مقطوعة ولا ناقصة لكن ترقاها بلغتلي البن المش موجود واللقاها مش موجودة لكن قاوي تخدم على روح عادية حليب ناقص لو مش ناقصة يقولوا سعات لولوية ترقا عندما عندما لولوية يقول لك عندنا حرفين متاعنا رأي تمانسة كلها حرفين عند بعضها وان شاء الله معناها الأزمات ما كانت لسباب متاعها ان شاء الله تتنح ونعرف وراء والجفاف وراء معناها نسبة كبيرة ها ما متأراجع متعبرش أشياء خاصة المنتوج المحلي هنا المنتوجات للحبوب هذين نوردوا فيها القمح الصلب والقمح اللين والشعير والذرار الماييس تراجعوا بـ 14.9% في القيمة ولكن الكميات الامتاحهم الموردة زادت بـ 4.4% والأسعار متاع التوريد متاحهم اتراجعت ما بين 16 و 30% شكرا لك انيس على كل هذي الارقام وكيف كيف في بداية البرنامج تحاولوا تلقاو كل الـ ليه تلقاو ليه سيكونس متاعنا لكل طبعا على شين يوتيوب كل الفقرات آآ متاعنا شكرا لك مرة وخرئيني شكرا لكل المستمعين متاعنا وطبعا شكرا لكل فريق اللي كان موجود معي اليوم راني منصور في الاخراج مروين العبيدي في الاخراج الرقمي كنت موجود معكم هنا عزيز باشتيرزي كوتاميك هو ما قاعد لكم شو نقولكم اشتركوا في القناة